اشتركوا في القناة دراسية لامتحانات بطبيعة لجراءات الصحية وحملة التلقيح اللي بيصير في التربية او في المربين بشكل عام لكن قبل هذا نرجع شوي للحدث اللي هو اليوم القضية الفلسطينية بطبيعة اللي هي محور حديث وقضية عادلة كانت وزارة التربية من بين المؤسسات المشكورة اللي دعمت القضية بطريقتها هي اصبوع يظهر لي هكا قررته اصبوع ان يصير فيه تحيط العالم مشتركة فعلا هو الاسبوع هذي من يوم 17 شماء الى غاية يوم 22 ماه هذي اسبوع يعني حطيناه تحت عنوان اسبوع فلسطين في الوسط المدرسي والهدف منه هو تحسيس تلامذة تحسيس ابنانا والناشئة بصفة عامة في تونس بالقضية الفلسطينية بحقية هذه القضية بالصعوبات اللي مرباها المواطن الفلسطيني على يعني ارضه الاسبوع هذي فيه بطبيعة حالة مجموعة من التظاهرات الثقافية فيها ما يتعلق بالتحسيس داخل حصص الدرس وهنا بطبيعة حالة تقريبا كل مستويات المرحلة الاعدادية والثانوية وبالنسبة لمرحلة الابتدائية خاصصنا المستويات الخامسة والساتسة ابتدائي مش يقع تخصيص جزء من حصص مادة العربية مادة التربية المدنية ومادة التاريخ والجغرافيا للتعريف بالقضية الفلسطينية ولفتح حوار مع تلامذة في المسألة هذية بتبعت الحال كيف كيف يعني كلفنا النوادي الثقافية والاقسام الثقافية باش تكون كل الانشطة الثقافية خلال هذي الأسبوع تحت هذا الشعار فما حاجات محددة من خلال حصص التحسيس بالنسبة للأعداد والثانوية مثلا فما أساد معينين هما اللي مش يتولى والمهمة فما أهداف معناوين متع برنامج معين وإلا كل الأستاذ حرق المهم يحسس بالقضية الفلسطينية بشكل عام هو شوف احنا عطينا وثيقة مرجعية بتبع الحال وثيقة مرجعية هذه مستخرجة من الكتاب المدرسي الوثيقة المرجعية هذه هي تقريبا هي دليل للأستاذ اللي مش يتولى تنشيط هذه الحصة وأحنا قلنا الأساد اللي هما معنيين بالعملية تنشيط هذه هما أساتيط مادة تاريخ وجغرافيا مادة العربية ومادة التربية المدنية هذا بالنسبة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فهما بتبع الحال معلمي مادة العربية الوثيقة هذه هي فقط كمنطلق كسند يعتمد الأستاذ ولكن الحوار هو مفتوح للتلامذة وهذا بطبع الحال يختلف على ما كان ساعد ربما في وقت من الأوقات فأن الحوار هذا هو أساس وحنا بطبع الحال نرسخ في أبناء التلاميذ الثقافة هذه هي ثقافة الحوار ثقافة إبداء الرأي ثقافة التعبير كيف كيف على رأيهم بكل حرية وبكل تلقائية وهذه يعني من مبادئ اللي لابد باش نرسخها كذلك يعني في الناشئة في مؤساتنا التربوية على قبل ما استحسنوها المتابعين وعجبتنا برشا الفكرة بتبيعه على رأي العام ليموا على وزارة التربية شبيها الحكية مش موجودة أصلا في المناهج متاعنا بطريقة هذه أمثال القضية الفلسطينية وغيرها من المواضيع الهامة التاريخية اللي تمنى وتم تاريخ العربي والتاريخ التونسي يقولوا وحتى طريقة التاريخة كي ما قلت أنت بأنها في إطار حوار يقولوا علش مش موجودة ومنعدمة في المناهج متاعنا مقبلسي لا هي موجودة إحنا لو ناخد كتاب التاريخ والجغرافيا بالنسبة للباكالوريا رابع اقتصاد وربع أداب ونعرفوا إحنا مادة التاريخ والجغرافيا هي مادة مهمة بالنسبة للشعبة هذه موجود محور كامل هو موجود تحت عنوان القضية الفلسطينية وأنا نذكر وأنا مدير عام تحنات يعني منذ دورتين كان موضوع الباكالوريا في شعبة الأداب على القضية الفلسطينية نفس المحور هذا أو نفس المحتوى هذا موجود كذلك بالنسبة للسنة التاسعة من التعليم الأساسي موجود كذلك يعني محور حول القضية الفلسطينية بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي بتبقى الحال هذا ما وش نقول ما وش منا من وزارة التربية هذه قضية عادلة ولا بد باش نعرف بها ونحسس تلامدتنا وإناش أمتعنا بأهمية القضية الفلسطينية على الرغم من الظروف الصعبة اللي تمر بها يعني أمتنا العربية كيفش كانت العودة المدرسية والإعداد لها بشكل عام سيعمر؟ هو العودة كانت تدريجية نحن نعرف أن العودة كانت بداية من يوم 3 ماي كانت خاصة بالأقسام النهائية ولكن يوم 11 ماي يعني رجعت كل مستويات الأخرى وبتبقى الحال كانت في ظروف هاتئة وتلامدتها تقريبا في الشوط الأخير من سنة دراسية لاستكمال ما تبقى من سنة دراسية بتبقى الحال وزارة التربية وفرت كل ما يمكن توفيره من مستلزمات الوقاية والسلامة والصحة الجسدية للمربيين وتلامدتها اعتمادات كبيرة راه ربما الرأي العام ما عندوش فكرة على الاعتمادات الكبيرة اللي تم رصدها لاقتناء مستلزمات البروتوكول الساحي في المؤسسات الربوية واحنا حاليا بيسدد اقتناء هالمستلزمات هذه بالنسبة للامتحانات الوطنية حتى نؤمن كذاك توجيه الامتحانات الوطنية في ظروف صحية جيدة توجيه الامتحانات النقط في العودة المدرسية لأن الجامع العام للتعليم الاساسي ما رشدتي عندك فكرة وإلا لا قررت أنها تقاطع العودة المدرسية بالنسبة له هي لأن الوزارة لم تستجب للوقاح المهنية اللي تتزامنت مع الاضراب اليوم يمتع نهار ستة وسبعة أفريل هل كانت هناك مقاطعة للعودة؟ لا هو سياكر هي الجامعة العامة للمرحلة التعليم الأساسي هي بالعكس ربما يعني التوجه المتاحة هو عدم المساس بما توقع مما توقع المتحانات الدراسية لا لا حتى بالنسبة للدراسة ولكن المقاطعة هي بالنسبة للعودة المدرسية 2021 2021-2022 يعني عودة سبتمبر عودة سبتمبر الجي وهذا بطبيعة الحال يعني مش يكون فيه مجال وحي الزمني كافي باش بطبيعة الحال يعني تنطلق عملية الحوار من جديد وبطبيعة الحال نأمل أن نتوصل إلى حلول قبل العودة المدرسية للسنة دراسية قادمة أكيد إن شاء الله باي قبل ما جيه المتحانات سؤال بإجاز أحنا من خلط القالة خلح لنا عينينا غمضناها لقينا سنة دراسية كملت وفات قرأوا منهجهم والبرنامج المبرمج أنه يقرأوه سيعمار كمل والحمد لله مش كمل شي كمل الحمد لله لبس أحنا بتبعة الحال هذية أخذيناها بعين الاعتبار وقمنا بتقييمات قيمنا مدى تقدم الإنجاز البرامج على كل المستويات واللي لاحظناها تقريبا منذ حوالي ثلاثة أسابيع وأنه نسب التقدم في إنجاز البرامج هي نسبة متقدمة يعني بسيفة كبيرة برشا يعني ثم 90% 95% ممكن أدنى نسب كانت في حدود 85% وأنا في تقديري وأنه ما تبقى سنة دراسية كافي باش نستكمل البرامج على كل حال أحنا مش يكون فيه ثم تقييم تقييم مشترك بين وزار التربية وبين الأطراف الاجتماعية على الوضع التربوي في تونس خلال هالعام ونص هذية خلال كامل سنة دراسية هذية ونصف سنة دراسية الماضية التقييم هذية مش يكون يعني ينطلق تقريبا مباشرة مع نهاية سنة دراسية ولازم ينتهي قبل انطلاق سنة دراسية القادمة لأنه مخرجات المتاعهم مش يكون على غاية من الأهمية لأنها هي سنعتمدها في اتخاذ القرارات بالنسبة سنة دراسية القادمة باتبعت حالة تقييمات هذية على غاية من الأهمية أكيد رأوا ضرار حاصل أحنا مناش باش نخبي كما قال الراجل يعني عين الشمس بالغربال يعني الضرار حاصل بالنسبة للتحسين المعرفي لأبنان التلاميذ ولكن حاولنا باش نقلل أكثر ما يمكن من هالضرار هذية اللي راهوا ما عاشناهوش في تونس فقط كل دول العالم تقريبا يعني عاشت نفس الوضعية هذية ولكن بعض الدول ربما كانت إجراءاتها أكثر ربما حدة من إجراءات في تونس ربما مشيت حتى إلى يعني عدم استناف الدراسة أو ربما يعني الذهاب مباشرة إلى الامتحانات إلى غير ذلك هل هذا الضرر سيؤثر في تحصيل المعرفي سيؤثر على مستوى الامتحانات الوطنية سيعمر لا أبدا الامتحانات الوطنية هي مسترا ما يزمياش تنزل حسب الظروف أو ربما يتم تعديلها حسب الظروف هي عبارة على مسترا يتم يعني من خلالها قياس مكتسبات التلامذة في نهاية كل مرحلة وما ننسيش أحنا وأنه الامتحانات الوطنية راهي ما يش فقط هي أداة أو آلية باش تتلامذة تمر للجامعة وتمشي لمرحلة أخرى هي أداة كذلك باش نقيم بها مردود المنظومة التربوية على مدى سنوات وإذا كان هل التقييم عبر الزمن هذا إذا كان ما تكونش ثابتة فإنه منجمش بتبيعة حال نبني عليها أو ناخو قرارات بالنسبة لمراجعة ما يجب مراجعة بالنسبة المنظومة التربوية هذا كعلش احنا الامتيحانات الوطنية ديما راعي فيها مبدأ ثابت لابدت تكون ديما ثابتة تقريبا نفس درجة الصعوبة على مستوى الدورات الكل فبالتالي يعني يخطأ من يزعم أنه ربما مشكون الدورة هذه ربما مواضيع سهلة أو ربما أصعب من الدورة السابقة هي ستكون يعني مواضيع كيما دأبت عليها وصارة التربية في مستوى مقل تلميذ المتوسط لأنه هذه احنا ممتحان وليس أمام مناظرة ولكن كي نقول تلميذ المتوسط يعني التلميذ اللي هو واضب على دراسته كامل سنة دراسية ما تغيبش يراجع من بداية سنة دراسية وراهي البكالوريا راهي امتداد لسنوات سابق احنا من قيمش فقط يعني مستوى التلميذ على مستوى سنة رابعة فقط سنة رابعة هي بتبع الحال هي الحجرة الاخرانية في بنية كاملة بداية منذ 13 سنة لكن اكلمك معقول جدا سيا عمر لكن انت العائلات التوسية انت قادرة مني وتعرفها احنا كل واحد عنده في العائلة متاع وشكون يقول لك اللي صار في عام الكورونا حبيت ولا كرهت يأثر على الريتم يأثر على قدرة الطاقة على قدرة الاستيعاب على انك انت قادر اللي تستعب ولا لا غير انو اللي شاب يتخل المناج سباي في دون انك تلقاهم في كل المعاهد والموسط التربوية كملت بنفس الطريقة ووصلوا لنفس الوحدة في المناج متاع موفيليش يتخل كل ودوق يقولك انا اللي اثر عليها ذاك عواما اثرت كيفاش ما تخذهاش بعين الاعتبار وتقول انت انه امتحان سنة كما امتحان اول تعمنا يقول مثلا هو الجديد بالنسبة لامتحان هذه الدورة وانه الامتحان سيكون على برامج مخف احنا في تبعات الحال راهو التلميذ سنة كما في تبعات حال يعيش صعوبات كما ربما هو عنده حلوظ اوفر من التلميذ في الدورة السابقة لانه البكالوريا سنة وبصفة استثنائية المواضيع ستكون على برامج مخف احنا في تبعات حال تقريبا التلام دا سناف اللي هما في البكالوريا هو باقية المستويات هما ما همش بيسدد دراسة كامل البرنامج هما وقع تخفيف في البرامج على كل المستويات وبالتالي البرامج هي توافق الحيز الزمني اللي هو تم تخصيصه للدراسة الايجابي ربما في هذه العملية هذه هو المواضيع صحيح درجة الصعوبة سنحافظ عليها وهذا مهم برشا ولكن المواضيع ستبنى على محتويات تم تخفيفها بالتالي حتى التلميذ عند المراجعة سناه مش يكون في ارياحية كبيرة برشا بالمقارنة مع تلامذة اللي هما اجتازوا امتحان البكالوريا في دورات سابقة ما ننساش كذلك يعني فترات التقطعات اللي صارت على مدى السنة دراسية كاملة هذه التلميذ اللي يعرف كيفاش يستغلها استغلال جيد فانه مش يرقى نفسه جاهز من غير ما يدخل في فترة مراجعة في نهاية السنة دراسية وبالتبع ما ننساش شاره القناة التربوية نجمة تساعد برشا في مسألة المراجعة للامتحانات الوطنية مسألة التخفيف هذه اللي تم اعتمدتوها تخفيف البرامج وحتى زادة تدريس عن طريق نظام الأفواج معالينا هل يمكن تكون ربما تعتمد على طول في مسألة إصلاح المنظومة التربوية بشكل عام إذا كان رقيتوها أي فيكاس سيامر هي هي شوف تجربة وكما قلت هي بصدد ستخذع إلى عملية التقييم فيها برشة إيجابية لأنه مع الأسف برامجنا ومحتوياتنا في كل مستويات تقريبا ما تراجعتش منذ سنوات وجاء الوقت يلزمها تتراجع وبصفة دورية هذا اللي نقوله يلزم تم دورية لتحديث لمراجعة المحتويات بش تكون مواكبة للعصر يعني ربما هذي فرصة وربما مدخل للتفكير بصفة جدية في تعديل ما يجب تعديله على مستوى المحتويات وهناها بتبع الحال ثم ليجان تفكير حاليا قاعدة تشتغل وربما المسألة هذه بدنا فيها على مستوى مراجعة بعض المحتويات خاصة فيما الإعلامية فيما التاريخ وجغرافيا فيما التكنولوجيا يعني تقريبا تقدمنا شوط في هال المسألة هذه يقض مسألة هل سنواصل بنفس المنهجية السنة دراسية القادمة المراوحة بين يوم بيوم مع دراسة بالأفواج مع المواصلة في تخفيف البرامج هذا كله قلت سيخضع إلى عملية تقييم وربما عملية التلقيح اللي ربما سنحكي عليها بعد هي مش تخلينا ربما ما ما نمشيش برشا في هال التوجه هذير لأنه لابد باش نقر تم ضرر حاصل على مستوى هال منظومة هذه اللي هي مراوحة يوم بيوم تلميذ يقرى نهار يرتاح نهار إلى غير ذلك فرأي هنا رأي خاص ورأي شخصي وأنه العملية هذه أدت وظيفتها سنة وفي تقديري وأنها الوظيفة تنتهي تنتهي مع هذه سنة دراسية طيب نجيو لحملة التلقيح عطينا كيفاش تم الاتفاق مع اللجنة الوطنية فيما يتعلق بالإطارات التربوية والموسطة التربوية ذات أولوية وإلا لاش كوني بشيكون ذو أولوية وقتاش تنطلق على غاية من أهمية للمربين والقرار هو كان قرار رئاس الحكومة بإدراج مربين ضمن الأولويات في عملية التلقيح الغاية منه باتبعات حال هو تأمين استكمال سنة دراسية وتأمين امتحانات الوطنية في ظروف جيدة ومباشرة بعد القرار هدايا كانت فيه جلسات على موسطة وزارة تربية مع طرف الاجتماعي ثم يوم أمس توجناها بجلسة على موسطة وزارة الصحة مع شورة كان في وزارة الصحة وكنا حاضرين يعني طرف إداري وطرف نقابي مع زمالينا في وزارة الصحة واتفقنا على خطة عمل تنطلق تحتمل بارح من يوم أمس وتنتهي بانطلاق عملية التلقيح إن شاء الله نهار الأثنين والخطة هذه هي على غاية من البساطة مش تكون ثم دعوة للمربين اللي هما عمارهم تتراوح ما بين خمسين وستين سناء اللي عمارهم فت خمسين سناء هذو ما مش تكون عندهم الأولوية المطلقة في عملية التلقيح وكذلك المربين حتى اللي دون خمسين سناء واللي هما يعنيوا من أمراض مزمنة اللي هما من خمسين الفوق بيصار في النظر أمراض مزمنة ولا لا هذو ما مش يتمتعوا بالتلقيح واللي هما دون خمسين سناء اللي هما يعنيوا من أمراض مزمنة هذو ما دعوة لهم باش يبادروا من طوى من اليوم باش يسجلوا معطياتهم لدى مدير المؤسسة التربوية اللي يرجع لها بالنظر. القائمات هذه سترفع يوم السبت في جلسة مشتركة على مستوى المندوبية الجهوية سترفع إلى المندوبية الجهوية ومن خلال القائمات هذه سيتم ضبط المراكز التي سيتم فتحها وسيتم تخصيصها لإجراء عملية تلقيها. علماً وأن المراكز هذه تفقنا وأنها مش تكون تقريباً في حدود ثلاثة مراكز على مستوى كل مندوبية جهوية كل ولاية والمراكز هذه ستكون مؤسسة تربوية عموماً ستكون معاعة. وخصصة فقط للإطار التربوي. للإطار التربوي فقط وسيتم الاتفاق على المؤسسة تربوية هذه أعداد توزيعية عنها من المؤسسة تربوية اللي مش نبدا بيهم توزيعية ثم رزنامة بتبع الحال ومن خلال هالتوزيعية وهالرزنامة هذه سيتم إعلام المربين اللي تم قابوا بعملية التسجيل. سيتم إعلامهم وقتاش باتبع الحال مش يتبتعوا بعملية تلقيها. ما ننسيش وأنه راه على مستوى كل مندوبية جهوية أو كل ولاية ثم فريق متنقل. يعني المواطن أو المربي ما هوش هو اللي مش يتنقل للمركز التلقيح اللي موجود على مستوى كل ولاية بل المركز متنقل هو اللي مش يمشي للمربين هدوما على مستوى المعتمديات باتبع الحال وعملية تلقيح ستكون في المؤسسة تربوية. أحنا بتبع الحال كوزارة التربية سنعارض مجهود وزارة الصحة في عملية توفير فضاءات التجهيزات كذلك تكليف بعض المربين باش يعني يعرضوا مجهود الفريق في التنظيم وفي التنظيم. هذا بتبع الحال ونأمل وأنه العملية التلقيح الأول والتلقيح الثاني ينتهي قبل حتى يعني موفى شهر جوان. وقتاش تنطلق العملية بتاع التلقيح الأول. عنكم شي شوف زمانينا في وزارة الصحة قالونا وقتاش انتوما تقولونا انتوما جاهزين. احنا من غدوة من غدوة الفريق يكونها ذمتكم فاحنا قلنا وأنه كل ما هي عملية لوجستية تتم اليوم وغدوة فيما تبقى من هذا أسبوع. وعملية التلقيح بصفة رسمية ستنطلق يوم الاثنين القادم هل القيمين والإداريين والقيمين الأول معنيين كأي ترتربهم بعملية التلقيح ولكن الأسن ذو المعالمين لا لا. احنا نحكي على مربين يعني كل يعني مكونات بتبيعة الحال الأسرة التربوية من عملة من إداريين من قيمين من مرجعين تطبيقين من نظار من مديرين مؤسسة تربوية من إطار تدريس من مستشري إطارة الوزارة أيضا الإدارة الجهوية هذا بتبيعة حال يعني هناك نقول المربي راه لا أستثني أي موظف في وزارة التربية مهما كانت يعني الرتبة متاعه مهما كان السلك متاعه طالما وأنه سنه ما بين خمسين وستين سنة أنا يكفي باش نقول وأنه الإدارة العامة امتحانات يعني إذا كان مش نحكي على أولوية الأولويات فأنه الإطار العامل في الإدارة العامة امتحانات يعني لا قدر له أي إصابة ستؤثر حتى على الإعداد اللوجستيلي لماذا بقى من هذه الفترة طيب بالنسبة تفصيل هو وإن كان نعرف الإجابة ولكن من سأكدوها للي يسمعوا فينا بالنسبة للمعالمين اللي يعاوضوا اللي يقول لك هما في احنا ولو هذين ممكن ياسموش ما تروح بصفة كبيرة برشا لأنه هما هما أبناء وزارة الطربية فيش كلام هذين حتى واحد ما يجادل المسألة هذه وعلى الرغم أنهم يعني ممكن سنهم ما تصلش يعني ممكن أقلية نحكي عن أمراض مثلا أقلية لكن بتبعية الحال كل ما هو موجود يعني في المؤسسة الطربوية ويأدي وظيفة في المؤسسة الطربوية سيتمتع بهذا التلقيح لأنه هذا في مرحلة أولى راه لكن في مرحلة ثانية بتبعية الحال مش ندخل إلى يعني عموم المربين في مرحلة ثانية وربما نأمل قبل انطلاق سنة دراسية القادمة كل المربين يكونوا بتبعية الحال تلقاوا التلقيح لأنه هذه بتبعية الحال آلية من آليات اللي هي مش نعتمدها باش ما نمشيش ثم جدل لقع في ما يتعلق بيعني نوعية التلقيح وكان ثم ربما يعني هكا كيف يقول شوية من النوعية معينة نوعية معينة على كل حال احنا نقول النوعية هذيك اللي كان فيها منها شوية خوف راهي هذيك النوعية هذيك لا يتم اعتمادها إلا بالنسبة للناس اللي هما من ستين سناء فما فوق فبالتالي يعني المربين ما همش مش يتم تلقيحهم بهذه النوعية طيب المتقعدين ما عندهمش علاقة المتقعدين من وزارة التربيد لا احنا طوى معاش هلما احنا ولوهما هذوكم يعني اخواتنا وزملائنا واساترنا بطبيعة الحال ولكن الاعتماد او العملية هذه ستكون مواجهة الى من هو مباشر حاليا في وزارة التربيد كل هما فيهم كثير اللي تابعين الأولويات الأولى بالنسبة للكبار السن والناس طيب عندكمشي قداش تقريبا العدد لانه حتى على مستوى التلقيح موجودة وإلا لا يقول كون الأسلاك اللي عندها أولوية برش فما الأمن والجيش والشرطة فما أيضا حتى الصحفيين اعتبروهم من الأسلاك الأولوية قيل الموسات التربيد وغيرها عندكمشي لبريفيزيون واتوما قداش من واحد ممكن والتلقيح متوفرة لهم وإلا لا الجرع له والجرع الثاني متوفرة تلقيح نبدأ بلربما بالجزء ثاني مسؤال هي تلقيح متوفرة وهذا يناقشنا يوم أمس مع نظرانا في وزارة الصحة يعطينا الصحة كيف كيف لأنه كانوا يعني متفاعلين معنا درجة كبيرة برشة وسهلونا المأمورية ومشي سهلونا المأمورية حتى لمستوى المادوبيات الجهوية العدد عدد الفئة العمورية هذه من خمسين ستين سنة هي في حدود سبعين ألف تقريبا تقريبا ثلث منظوري وزارة التربية إذا كان منظوري وزارة التربية في حدود مئتين وربع لاف حاجة كما هيك فإنه سبعين ألف هدوما هما ثلث واللحظة أنه يعني تقريبا جزء كبير من وزارة التربية أو من منظوري وزارة التربية هما في شريحة عمورية متقدمة نسبيا واللي هدوما توا في شهر جوان سي شاكر مش نرقا عام هما في الصفوف الأولى صحيح في تأمين ما تبقى مسان دراسية والامتحانات الوطنية إلى غاية تقريبا موفى شهر جوليا بالنسبة للي عندهم أمراض مزمنة ونختم بالسؤال كيفش يعمل هو مقيد في إيفاكس من قبل يكفي أنه يلتحق بالمنذوبية متاعه وبالإدارة الجهوية ويقيده لكيفش يعمل هو أشوف أحنا علش بش نقوله بش المربين دعوة بش يقيدوا في المؤسسات التربوية ودعوة كذلك بش يسجل في منظومة إيفاكس لأنه لا سبيل باش نتجاوز هالمنظومة دي لأنه هذه المنظومة الوحيدة اللي تأمن بطبيعة الحال الإستوريك والأتخذ سبيلتي متاع العملية هذه وتنظمها بطبيعة الحال وبالنسبة للي عندهم أمراض مزمنة هو معليه فقط كان يستظهر بوثيقة تثبت وأنه بطبيعة الحال يعاني من مرض مزمن وثيقة بطبيعة الحال ويكفي الوثيقة هذه يستظهر بها عنده تسجيل وعند عملية التلقيح بالتبيعة الحال باش يتمتع مهما كان السن متاعه حتى ولو كان يعني عنده سنة أو بضعة أشهر منه يعني التحاقه بالوزارة التربية واضح شكرا لك سامور الوليبان يعطيكم الصحة بالتوفيق ليكم بطبيعة إتارنا تربوي يعتبر بفعلا من القطاعات الأولوية في مسألة عملية التلقيح كما قلتوا احنا مقدمين على امتحانات وطنية وعملية امتحانات كبيرة برشا ونأمل أن هذا يتعمى من شعب التنسي كله والحقيقة معنا ولكن الغالب لأنه الكميات والجرعات متاع التلقيح ما زالت قاعدة يمكن إن شاء الله في آخر جواء كيف ما قال سيد بزير الساحة باش نولي عنها باش نغرقه في التلقيح بكل مجدين شكرا لكم مرة أخرى يا سامور الوليباني مدير عمل الامتحانات ورئيس برنامج التعليم الأعدادي والتنوي على كل هذه الإذاحات ولا كل هذه المعلومات